بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم عن المواد الموصلة والمواد العازلة والمواد الشبه موصلة اول حاجة ياولاد احنا تكلمنا وقلنا يعني ايه مادة عازلة ويعني ايه مادة موصلة تفقنا وقلنا ان المادة الموصلة هي المادة اللي بتكون موصلة للطيار الكهرابي وعرفنا هي بتعتمد على ايه في حالة توصلها للطيار الكهرابي تفقنا وقلنا ان علشان المادة دي تكون موصلة للطيار الكهرابي يعني هكون فيها عدد كبير جدا من الإلكترونات الحرة أما المادة العازلة فبتكون الإلكترونات الحرة منعدمة طب والمواد الشبه المواصلة المواد الشبه المواصلة هي عبارة عن مواد هي في الأصل مواد عازلة طب وبعدين إزاي بقت شبه مواصلة تم إضافة مطاعمات للمواد دي فأصبحت مواد شبه مواصلة يبقى المواد يشربه مواصلة هي مواد ايه في القص بتاعت المواد بتختلف الخواص بتاعت المواد بناء على ايه طبعا بناء على تركيبها الذر يبقى كل مادة التركيب الذر بتاعها بيختلف عن المادة ايه عن المادة التانية وقلنا كمان ان انا عندي صور المادة اما ان تكون المادة دي في صورة صلبة او سائلة او في صورة غازية بتعتمد على ايه بتعتمد تابعا على ظروف الضغط وظروف درجة الحرارة انا عندي من الناحية الكهربية بقدر امثل المدارات بتاعة الزرة بتاعت دي الى ثلاث مستويات او بنسميهم ثلاث نطاقات ايه هي النطاقات دي عندي نطاق يسمى نطاق التوصيل والنتاق المحزور ونطاق التكافؤ والثلاث نطاقات دولة بيختلفوا من مادة الى ايه الى مادة اخرى طيب ازاي الثلاث نطاقات التوصيل والمحزور والتكافؤ بيختلفوا اولا عندنا النطاق الاول اللي هو نطاق التوصيل النتاق ده بيحدد قدرة المادة دي على أن هي تكون موصلة للكهرباء ولا لا إزاي؟ لأن النتاق التوصيل ده هو اللي هيحدد المادة دي بتوصل للكهرباء من حيث أن فيها إلكترونات حرة موجودة داخل نتاق التوصيل قد إيه؟ يبقى أنا عندي الإلكترونات الحرة ممكن تكون موجودة فين يا أولاد؟ ممكن تكون موجودة في نتاق التوصيل يعني ممكن أن تكون في مواد تانية مفيش أه طبعا لأن إحنا قلنا أن المواد عندي بتختلف لأن أنا عندي ممكن تكون المادة دي إما موصلة أو عازلة أو مادة إيه؟ شبه موصلة يبقى النتاق الأول اللي هو نتاق التوصيل يوجد به إلكترونات حرة طيب أما النتاق المحزور النتاق المحزور ده هو النتاق لا يوجد به إلكترونات حرة ليه؟ لأن كلما التسع النتاق دوت لو أنا عندي المسافة بتاعته كبرت أو حجمه كبر كلما زادت إيه؟ مقاومة الموصل تمام؟ يعني علشان يتنقل من هالمكان تاني هيحتاج إلى إيه؟ إلى طاقة كبيرة جدا تقوم من الطاقة دي هي اللي هتنقل الإلكترونات إلى نتاق التوصيل يبدأ بنسميه النتاق المحزور ومن اسمه محزور يعني يحزر فيه الإلكترونات الحرة يبقى ده المكان اللي محرم زي ما بنقول فيه محرم فيه وجود إلكترونات إيه حرة ما ينفعش تكون فيه الإلكترونات الحرة موجودة في المنطقة دي طيب بعد كده عندنا نتاق التكافق إيه هو نتاق التكافق ده؟ نتاق التكافق ده اللي هو بيكون موجود فيه إلكترونات التكافق وبتكون إلكترونات التكافق حركتها حركتها محدودة بدرجة كبيرة يبقى أنا عندي نتاق التكافق موجود فيه إلكترونات إيه؟ التكافق واللي بتكون الحركة بتاعتها محدودة لدرجة كبيرة مدى ايه? حركتها بالنسبة لنتاق التوصيل. انا عندي في الشكل ده نقول ان انا اقدر احرك الالكترونات من نطاق التكافق عابرة النطاق المحزور وتوصل للنتاق الايه التوصيل. طب ازاي? بصوا هنا كده ولاد في الشكل ده. عندي الجزء اللي تحت ده. ده بنسميه نطاق التكافق. طب ادي نطاق التكافق ده وقادي كمية الالكترونات ايه? التكافق اللي فيه. طب ايه اللي هيحصل? لو انا هنا هوت. احنا قلنا ان هيأثر عليها طاقة حرارية او ضغط. هتخلي الالكترون يتنقل من نطاق التكافق او حزمة التكافق. هيروح على نطاق الايه? هيروح على نطاق التوصيل يبقى ساب المكان ده. واتنقل للمكان اللي هو اسمه ايه? نطاق التوصيل. طب من هنا ل هنا. عبر المكان اللي في النص اللي بالابيض ده. اللي هو اسمه ايه هنا? اللي هو المنطقة المحزورة. يبقى الالكتروني الالكترونيات. جهد اللي هي الالكتروني التكافق. عبر المنطقة المحزورة. اتنقل الى حزمة التوصيل او نطاق التوصيل. طب لما الالكترون ساب مكانه. ايه اللي حصل? ترك مكانه هنا هوت. الجزء الابيض ده. ترك مكانه فجوة. ترك مكانه فجوة ايه? مجابة. تمام? انا عندي الالكترونيات هتتنقل من حزمة التكافق الى حزمة التوصيل عابرة. نطاق الايه? النطاق المحزور. طيب بتتنقل ازاي? بتتنقل نتيجة لاستخدامها او اكتسبها طاقة. اما ان تكون الطاقة دي طاقة كهربية او طاقة حرارية. يبقى كيفية انتقال الالكترونيات من حزمة التكافق الى حزمة التوصيل عن طريق اكتساب. اكتساب ايه? طاقة حرارية او طاقة كهربية. وده ممكن يجيلي في سؤال اكمل. تمام? لها كيفية انتقال الايه? الالكترونيات. طيب اثناء انتقال او لما الالكترونيات دي ثبت المكان بتاعها اللي هو حزمة التكافق او منطقة التكافق. المكان اللي هتسيبه تاركة مكانها وهيفضل مكانها ايه? فجوة. شايفين الفجوة دي? اللي هي اللي بالجزء الابيض دي اهي نقالت هنا. وعندي هنا الالكتروني اللي كان هنا عبر المكان وراح في حزمة الايه التوصيل طارقا فجوات. تمام? بعد كده بنقول اه المواد عندي بتنقاسم. تابعا للنظرية الحديثة الى من حيث توصلها للكهرباء الى مواد موصلة وشبه موصلة ومواد عازلة. يبقى ده التقسيم الخاص بالنظرية الحديثة من حيث التوصيل للكهرباء. اولا المواد الموصلة. المواد الموصلة اولاد بيكون فيها ايه? بيكون فيها نطاق التوصيل متداخل مع نطاق التكافق. يعني انا عندي اين هو? لو انا كده هو جبت جزء زي الرسمة اللي فاتت. بصوا هنا انا عندي في المواد الموصلة شايفين نطاق التكافق ده? بيكون مع نطاق التوصيل. يعني الجزء الابيض ده بيكون مختفي. بكل اتنين دولت شبه متداخلين. شبه ايه? متداخلين. اللي هو نطاق التوصيل مع نطاق التكافق. يبقى انا عندي في حالة المواد الموصلة. بيكون نطاق التوصيل متداخل مع نطاق التكافق. طب والنطاق المحزور. النطاق المحزور منعدم. تماما. يعني ما بيبقاش فيه نطاق محزور خالص. بس ده في حالة المواد الموصلة. وطبعا اتفقنا وقلنا والجزء ده قلنا كذا مرة. بيكون في المواد الموصلة عدد الالكترونات الحرة كبير جدا. بيتعتمد الموصلية على كمية الالكترونات الحرة المتواجدة في نطاق التوصيل. اما بالنسبة للمواد الشبه موصلة. بتتميز المواد الشبه موصلة بايه? قلة عدد الالكترونات الحرة. طبعا ما ينفعش اقول منعدمة. لان هي احنا قلنا شبه موصلة. معنى كلمة شبه موصلة. يبقى برضو الالكترونات الحرة بيكون فيها عدد بس العدد ده. لهو كبير قوي ولا هو منعدم. بيكون عدد الالكترونات الحرة ماله متوسط. اما بالنسبة للمواد العازلة. المواد العازلة لا يوجد بها اطلاقا كمية من الالكترونات الحرة. يعني مفيش خالص الكترونات ايه حرة. ودي عندي شكل النطاقات بالنسبة للمواد الموصلة والشبه موصلة وبالنسبة للمواد العازلة. وفي المواد العازلة هنا هوت المسافة دي اللي هي بتخص النطاق المحظور بتكون مالهة بتكون كبيرة جدا. لان ما فيش فيها الكترونات كمان ايه. الكترونات حرة. خلاص. يبقى احنا قلنا دلوقتي ان احنا عندنا مجموعة النطاقات بتكون تلاتة اللي هي نطاق التوصيل والنطاق المحظور ونطاق التكافؤ. ولو جالي سؤال وسألني ان انا عندي في المواد الموصلة. المواد الموصلة بتعتمد موصلية المادة على بتعتمد موصلية المادة على ايه اولاد? بتعتمد موصلية المادة على عدد الالكترونات الحرة. او كمية الالكترونات الايه? الحرة. تمام? اه بعد كده بنقول ان انا عندي المواد بتنقسم المواد الصلبة. انا عندي المواد الصلبة بتنقسم إلى مجموعتين. المواد الصلبة في العموم. تمام؟ بتنقسم إلى إيه؟ إلى مواد صلبة عالية التوصيل وبتسمى بالمواصلات ومواد صلبة بتكون ما فيهاش توصيل أو مقاومتها عالية بالنسبة للتوصيل. طيب ليه؟ لأننا عندي بنشوف أننا عندنا بالنسبة للمواد الصلبة أنا عندي مثلا الحديد والنحاس دولة مواد صلبة بس الحديد والنحاس مواد صلبة ايه? عالية التوصيل. طب ما انا عندي الزجاج والخشب مواد صلبة. مواد صلبة بس بتقاوم التوصيل للطيار الايه? القهراب لان انا عندي الخشب من المواد الصلبة بس مش موصل للايه? مش موصل للكهرب. عشان كده بنقول ان المواد الموصلة او المواد الصلبة المواد الصلبة هي اما بتكون موصلات او مواد مقاومة للتوصيل. تمام? طب انواع بقى المواد الموصلة للكهرباء نقول المواد الموصلة للكهرباء بتنقسم الى اما معادن حديدية او معادن غير حديدية يبقى المواد الموصلة للكهرباء بتكون اما حديدية اما غير حديدية وطبعا زي ما احنا عارفين ان كل مادة بتختلف وزنها بيختلف وزنها النوعي عن المواد الاخرى إن أنا عندي كل مادة هيكون لها خواصها اللي بتختلف عن المواد الإيه المواد الأخرى ما فيش مادة نفس الخواص خلاص بتختلف وعلشان كده ربنا خلق لنا مواد مختلفة علشان أقدر استفيد بكل مادة وبخصائصها الإيه المختلفة زي ما احنا هنشوف إن شاء الله خلال الحلقة إزاي أنا هستفيد بخصائص المواد دي كل مادة لو أنا ضفتها على مادة أخرى علشان أعمل فيما بعد سبيكة أستفيد بخصائص المادة تندل وينتج عندي مادة بخصائص جديدة تمام طبعا أنا عندي نسبة أو وحدة الوزن في المعدن إلى إيه إلى حجمه دا اللي هو إيه الكسافة النوعية أهم المعادن الموصلة أنا عندي في معادن كتير بتكون موصلة بالنسبة للقهرباء عندي الفضة وعندي النحاس والألمونيوم ومادة الرصاص والأسدير وده بالنسبة للمعادن الموصلة بتكون كده على الترتيب اللي هي أول مادة عندي بتكون موصلة اللي هي أو أكتر مادة موصلة للطيار القهربي اللي هي الإيه الفضة وتاني مادة عندي النحاس وتالت مادة بتكون الألمونيوم دا الترتيب بتاعهم يليهم عندي الرصاص والإيه والأسدير بعد كده بنقول يا سنة أولى إن إحنا عندنا أنا باستخدم بعض المواد وبعض المواد باستخدمها بس استخدمها بيكون بسيط شوية بالنسبة لنا أو ما باستخدمهاش في جميع الاستخدامات زي إيه زي أنا عندي النحاس والفضة اللي اتنين جيدين لتوصلنا للإيه للطيار الكهرباء طب أنا ليه في المنازل أنا باستخدم أو بعمل أسلاك الكهرباء أو الكابلات عندي بعملها من النحاس ومش من الفضة دا بيعتمد برضو مش على الخواص بس بيعتمد على الحالة الاقتصادية المادة المادة دي غالية أو المادة دي رخيصة يعني أنا مقدرش مثلا في تأسيس منزل أو تأسيس شقة عندي إن أنا أعمل الوصلات بتاعت من الفضة لإن الفضة إحنا عارفين إن هي غالية التامن فأنا مقدرش أعمل وصلات شقة في الكهرباء بتاعتها أعمل الكابلات بتاعتها من الإيه من الفضة فالأرخص إن أنا أعملها من الإيه من مادة النحاس رغم إن الاتنين بيكونوا موصل جيد للإيه للطيار الكهرباء يبقى من أهم المعادن الفضة والنحاس والألمونيوم والأسدير والإيه والرصاص أولا لو إحنا جينا تكلمنا عن مادة النحاس طبعا مادة النحاس بيكون لها استخدامات كتير جدا في الحياة عندنا وبنقول إن النحاس ده تاني المعادن للطيار الكهرباء تاني المعادن لإن إحنا عارفنا إن الفضة هي أولى المعادن بالنسبة للتوصيل الإيه القهرباء وطبعا النحاس من أهم المعادن المستخدمة لإن أنا بستخدمه في حاجات كتير جدا وبيكون الطلب عليه بيكون عالي خلاص نتيجة الارتفاع إمكانياته وخواصه الميكانيكية والكهرباء وده في الصورة اللي قدامي ده شكل النحاس يا أولاد ده اللي بيكون موجود عندنا في البيت في الوصالات الكهربية بس طبعا بيكون مغلف بإيه بعازل خواص النحاس النحاس ده من خواصه إن هو معدن تقيل يعني أنا لو جيت مسكت كابل كبير من النحاس ووزنته هلاقي وزنه إيه وزنه تقيل هو معدن سقيل الوزن ووزنه النوعي 8.94 من 100 جرام لكل سنتيمتر مكعب وكل معدن بيكون ليه وزن نوعي مختلف عن المعدن التاني وكمان ليه درجة انسهار بتختلف ومعدن النحاس درجة انسهاره 1083 درجة مقوية يعني إيه درجة انسهاره؟ يعني علشان المعدن النحاس ده يبدأ يسيح وينصهر ويبقى سائل أنا محتاجة إن أنا يكون درجة الحرارة 1083 درجة مقوية طبعا بيتمتع خامة النحاس بخواص ميكانيكية وخواص كهربية عالية جدا وده هو اللي خليه إن احنا كل الاستخدامات أو أغلب الاستخدامات بيكون من مادة الايه؟ النحاس وبيكون مقاوم لإجهاد الشد بيكون حوالي أو حتى 250 نيوتن لكل مليمتر مربع نسبة استطالة الأسلاك النحاسية دي ذات الأكتار المتوسطة بتبقى الأكتار من 30 إلى 50% أنا بقدر أعمل القطر للسلك اللي أنا محتاجاه تمام؟ زي ما أنا بكون محتاجة طبعا أنا سهل إن أنا أستخدم النحاس دوت في عمليات أقدر أشكله بالحدادة والدرفلة خلاص وأقدر أعمله عمليات سحب لأنه بيتفاعل وكمان النحاس ده بيتفاعل مع الهوى مع مكونات الايه؟ الهوى عندنا طيب لما بيتفاعل بيكون طبقة سطحية على مادة النحاس بتسمى بايه؟ بتسمى أكسيد النحاس يعني أنا مادة النحاس لو أنا سبتها في الهوى مع الرطوبة هلاقي إن النحاس ده كون لي طبقة خارجية اسمها ايه؟ أكسيد النحاس بتتكون على سطح مادة النحاس تمام؟ النحاس بيكون ثمنه غالي بس مش غالي زي الفضة فعشان كده إحنا بنستخدمه أو بيكون أكتر استخدام من مادة الايه؟ من مادة أو معدن الفضة بالنسبة لاستخدام النحاس بنقول إن إحنا بنستخدمه في عمليات صناعية كتير أنا بصنع منه الكابلات المستخدمة في نقل وتوزيع الطاقة القهربية زي الكابلات اللي أنا بستخدمها في المنازل علشان أوصل القهرباء وكمان أنا بستخدمه في الملفات والمحاولات في دواء القهربية زي ما احنا شايفين هنا هو في الرسم الأولاني ده شكل الكابلات وهنا شكل الملفات الخاصة بالآلات الكهربية للناس اللي بتكون في تخصص الإلكترونات بتبقى عارفة استخدام النحاس في الملفات والمحاولات الكهربية وده شكل الملف والمحاولات الكهربية وشكل الكابلات الكهربية تاني مادة عندنا اللي هي مادة الألمونيوم الألمونيوم ده إحنا اتفقنا الألمونيوم يلي النحاس يبقى هو تالت مادة لان احنا قلنا الاول الفضة وبعدها النحاس بعد كده الالمونيوم طبعا يليهم في ايه يليهم في جودة التوصيل للطيار الكهربي خلاص يبقى طبعا الالمونيوم مادة جيدة تتوصيل للطيار الكهربي وبتكون اقل تمن من الايه من النحاس وفيه كابلات كتير بتصنع من الالمونيوم وده شكل مادة الالمونيوم هنا هوت وشكلها فيه صورة هنا هوت هنا كخامة الالمونيوم وهنا في حالة ان هي مصنعة تكون بهذا الشكل خواص الالمونيوم اتفقنا ان كل مادة لها وزنها النوعي وهتلاقي ان الوزن النوعي بيختلف من كل مادة لمادة انا عند الوزن النوعي لمادة الالمونيوم 3.7 جرام لكل سنتيمتر مكعب ودرجة انصهاره 658 درجة اتفقنا وقلنا يا ولادي ايه درجة انصهاره يعني دي الدرجة اللي انا اقدر اسيح الالمونيوم فيها علشان الالمونيوم يسيحه يبقى مادة سائلة هيحتاج 658 درجة طبعا هو بيحتاج درجة انصهار اقل من الدرجة اللي بيحتاجها مادة الايه؟ مادة النحاس طبعا وليه بيكون معامل تمدد حراري بيكون كبير جدا مقاومة الشد بتاعته من 90 الى 1120 نيوتن لكل مليمتر مربع خواصه بنقول خواص الالمونيوم سهل او بيمكن تشكيله بالحدادة والدرفلة احنا اغلب المعادن اللي احنا هنستخدمها هتكون سهل عملية الحدادة او بعمل عملية التشكيل بالحدادة والايه والدرفلة علشان انا المعادن اللي احنا بندرسها هي في اغلبها المعادن اللي احنا هنستخدمها عندنا في عمليات الايه؟ الصناعات اللي احنا بنحتاجها في التخصصات بتاعتنا طبعا الألمونيوم دوت أنا أقدر أخليه رقائك بالشكل ده زي ما أنتم شايفين بالصورة ديت شايفين هنا بيكون الألمونيوم رؤية جدا زي الورق يبقى وصلوا لأنه هم يخلوا مادة الألمونيوم ممكن أعملها عملية تشكيل خلاص بالقطع والصب واللحام وأخليها ايه؟ أخليها بالشكل اللي أنا عايزة أنا هنا شكلته على هيئة رول ورق تمام كده؟ طبعا الألمونيوم أخف وزن من النحاس وبيكون رخيص التمن استخدام الألمونيوم يا ولاد أنا باستخدمه في إنشاء الخطوط الهوائية يبقى أنا هنا هوت زي ما احنا شايفين بتروحوا بعض الأماكن بتلاقوا أن أنا عندي هنا هوت ده الخطوط الهوائية الأسلاك بتاعتها بكون مصنوعة من مادة الألمونيوم خلاص؟ ليه أنا هصنعهم الألمونيوم؟ علشان أنا من ناحية الاقتصادية بيكون الألمونيوم موفر لأن أنا عندي الأسلاك الهوائية أو الخطوط الهوائية دي بتكون محتاجينها ليه خطوط طويلة جداً أو بتمتد لمسافات بعيدة جداً فأنا محتاجة مادة تكون رخيصة شوية علشان أقدر أقوم بتوفير هذه الأسلاك فعشان كده أنا باستخدم الألمونيوم بعد كده عندنا الرصاص الرصاص عندنا ليه مجموعة من الخواص؟ الرصاص عندنا دوت يا بنات أو ياولاد بيكون شديد المقاومة بالنسبة للتآكل الكيميائي شديد مقاومة التآكل يعني ما بيتكلش بسهولة أو ما بيحصلوش عملية بري أو برد ببساطة يبقى أول حاجة شديد المقاومة للتآكل الكيميائي وانخفاض مقاومته للإجهاد والصلاة والمرونة عندي الخاصية الثالثة سهولة لحامه وصبه بسهولة يبقى نقدر ألحمه وصبه بسهولة الرصاص طبعا بيسيح ببساطة عن النحاس وعن المواد الألمونيوم استخدامات الرصاص زي ما احنا شايفين أنا عندي الرصاص باستخدمه في طلاء المعادن يعني أنا عندي لو جزء زي الصورة اللي عندي هنا هوت أنا بعمل به الرصاص عملية إيه؟ عملية طلاء خلاص يبقى بيستخدم في طلاء المعادن وصناعة الكابلات وكمان أنا باستخدمه فين؟ باستخدمه في البطاريات والمصيرات الكهربية لو أنا عندي بطارية وجيت فكت البطارية دي أو قصت منها جزء هلاقي فيها من جوة كروت الكروت دي بتكون فيها كمية رصاص كبيرة أقدر أن أنا أخذ الكروت دي وأقوم بعملية إيه؟ أقدر أسياحها لأنهم مش هيحتاج درجة انصار عالية أو زي أنا حاس وأقدر أستفيد إيه؟ أستفيد بكمية الرصاص الكبيرة اللي بتكون موجودة داخل البطارية دي يبقى لو جينا قلنا استخداماته تاني يبقى في طلاء المعادن وصناعة البطاريات والمصيرات خلاص الأسدير من خصائصه لا يتآكل تحت تأثير الهوى ولا المية طبعا بالنسبة للناس اللي بتكون تخصص بتاعهم بيحتاج للحام لبعض الأسلاك احنا بنستخدم الأسدير في عملية اللحام طبعا في أقسام بتستخدم الأسدير بكسرة وخصوصا لو أنا عندي جزء مثلا الجزء ده تلف في راديو أو في كاست أو في مثلا جهاز تلفزيون البردة بتاعتي أنا بستخدم الأسدير بقوم بعملية اللحام لو في أي جزء أو أي عنصر فك مني فأنا بستخدم الأسدير وبستخدم به الكوية بقوم بعملية اللحام عن طريق استخدام الكوية طيب من خصائصه لا يتآكل تحت تأثير الهوى ولا الماء وطبعا ما بيتأثرش بالأحماض والقلويات فهو أفضل أو أصلح مادة لعمليات اللحام زو مقاومة إجهاد شد حوالي 50 نيوتن ونسبة الاستطالة بتصل إلى 40% يعني إيه نسبة الاستطالة بتصل إلى 40% يعني أنا لو أنا عندي سلكة من الأسدير لو أنا قمت بعملية السحب للسلكة دي سلكة الأسدير دي هتزيد 40% عن طولها لإيه طبعا بس طبعا نسبة الاستطالة دي اللي هي هتزيدها هتغير في إيه هتغير في كتر الجزء اللي أنا استخدمته تمام زو قابلية جيدة للتشكير بالدلفنة والسحب والتسخين يمكن الجزء الخاص بدرجة الانسهار والمقاومة بتاعته والكلام ده بيكون محتاج أن أنا أحفظ شوية الجزء الخاص بالأرقام دي علشان أقدر أجاوب إيه عليها استخدام الأسدير بيستخدم كعنصر سبائكي للبرونز وهنشوف إزاي أنا باستخدمه كعنصر سبائكي كعنصر سبائكي يعني أنا هحتاج الأسدير مع مادة تانية علشان أعمل سبيكة علشان أعمل إيه سبيكة خلاص أنا باستخدمه فيه عملية اللحام وده شكل الأسدير اللي أنا بلحم به في بعض الطلبة منكو بتستخدمه كتير وعرفاه وعندي فيه صناعة الجلب الخاصة بكراسي التحميل في بعض الآلات دي شكل جلب إيه كراسي التحميل وده الشكل بتاعه هو لو أنا هستخدمه فيه عمليات اللحام ده بالنسبة أولاد للأسدير نتكلم عن معدن جديد اللي هو معدن الفضة وأغلبنا عارفين الفضة وبنستخدمها الاستخدامات اللي إحنا عارفينها اللي إحنا نلبسها مثلا نتزين بيها والكلام دوت طبعا الفضة دي قلنا من أفضل المواد توصيلا للطيار الكهرابي تمام؟ بس من خصائصها الفضة لأن هي ما باستخدمهاش كتير ليه؟ لأن هي غالية السمن فعشان كده أنا مش كل الاستخدامات أقدر استخدم فيها إيه؟ فضة وخصوصا لو أنا محتاجة كمية كبيرة فإنما لو كمية بسيطة ما فيهاش مشكلة تمام؟ ده شكل مثلا الفضة بعد عملية التصنيع مثلا لو معمول منه سلاسل حلي الكلام ده طبعا كلكم عارفينها من خصائص الفضة أن هي في لز لامع أنا الفضة بيكون لونها في لز لامع أو لونها لامع وبيكون درجة انسهارها 960 درجة مئوية ووزنها النوعي 10.5 جرام لكل سنتيمتر مكعب أهم ميزة في الفضة بعد كونها أن هي بتوصل توصيل جيد للطيار الكهرابي أن هي بتقاوم الأحماض يعني أنا لما بلبس الفضة الفضة لونها ما بيغيرش عشان كده هي غالية التامن برضو يبقى هي بتقاوم الأحماض وطبعا قابلة للتاني والالتواء والتشكيل أنا لو معاي أي مصوغات مثلا من الفضة وتانيتها أنا أقدر أتنيها بسهولة خلاص وبيتم تشكيلها بأشكال جديدة كتيرة زي ما احنا ايه بنشوفها حلي بقى سلاسل الكلام ده كله يبقى سهلة الايه سهلة التشكيل وأهم حاجة أن هي في لزة لامع طبعا ما بيتغيرش مع الأحماض مش بيتأثر بل زي مثلا لو أنا جبت أي حاجة وحطيت عليها بعض الحاجات اللي ممكن تلبسها بتكون لو أنا حطيت عليها بيرفلم أو حاجة تغير إنما الفضة لأ بتحتفظ بلونها وما بتتأثرش استخدام الفضة بيستخدم في عمل الملامسات الكهربية طبعا علشان الخواص العالية في التوصيل الكهربي وبتكون الآلات اللي فيها الفضة مستخدمة بتكون الآلة دي أنا باستخدمها في الآلات اللي هي الآلات الكبيرة اللي هي غالية السمن اللي لها استخدامات عالية جدا تمام وده شكل الملامسات الكهربية اللي بتكون في الآلات الكهربية يبقى أنا عندي لما يجي هي استخدامات الفضة تستخدم في الملامسات الكهربية ليه؟ لأن هي جيدة التوصيل للطيار الكهربي ولا تتأثر بأي أولاد من خوال صاع قلنا إن هي لا تتأثر بالأحماض ولكن بتكون غالية التمن أو ارتفاع ارتفاع التمن نيجي على الجزء الجديد في درسنا النهاردة اللي هو الجزء الخاص بالسبائك يعني إيه سبيكة السبيكة طبعا يعني أنا هحط معادن على بعض المعادن دي بتكون إيه المعادن دي بتكون فلزات يبقى أنا لو جبت معدنين أو أكتر المعدنين دولت فلزات أنا هقدر من خلالهم أعمل سبيكة وده غالبا وليست دائما ليه لإن أنا أقدر أحط مع الفلز أقدر أحط معدن إيه لا فلز زي ما احنا هنشوف إن إحنا هنستخدم الكربون ونحطه على بعض المعادن الفلزية والكربون دوه هو الكربون مادة لا أو معدن لا فلزي يبقى لما نجي نقول إيه هي السبيكة هي اتحاد غالبا اتحاد عنصرين فلزين أو إيه أو أكتر مع بعضهم طبعا بيحصل اندماك كامل للمعدنين دول أنا مش هقدر أفصر ما بين المعدنين دولت لما أنا عملتهم سبيكة لأن السبيكة دي بيتم تكوينها بطرق مختلفة اللي هي طريقة صهر المعادن يبقى علشان أنا أحط سبيكة أحط معدن على معدن تاني لازم أعمله عملية يا أولاد لازم أعمله عملية صهر وفي بعض الطرق التانية اللي أنا بقوم بعملية صناعة السبائك برضو بس ما تكونش فيه طرق غير الصهر إنما الطريقة الشائعة اللي هي عملية انسهار المعادن انسهار المعادن طب أنا ليه هستخدم السبائك ما أنا عندي المعدن ده موجود لوحده وبستخدمه استخدامات كتير وعندي المعدن التاني أيا كانوا أنا برضو ليه استخدامات السبيكة أنا هحتاجها لأن أنا هعمل دمج ما بين خواص المعدن ده مع المعدن التاني سواء معدنين أو أكتر يبقى أنا محتاجة مادة بتحمل خواص جديدة خدت جزء من الخواص دي مع الجزء من الخواص المعدن التاني اتحد المعدنين هيكونولي مادة جديدة ذات خصائص مختلفة تمام كده أستخدمها بقى في أغراض صناعية جديدة طيب يبقى أنا لما يجي يقول لي إيه هو الغرض من عمل السبائك الحصول على خواص جديدة لمعادن جديدة أستخدمها في العمليات الصناعية تمام نيجي بعد كده نتكلم عن العنصر يمكن قلنا قبل كده أولاد في الحلقات السابقة إيه هو العنصر طبعا العنصر ده بالنسبة أنا عندي لو أنا عندي مادة معينة المادة دي هي عبارة عن مجموعة من الزرات المتشابهة زي ما احنا شايفين في الصورة هنا ها آي دي مجموعة من الزرات المتشابهة تمام أنا مش هقدر أحللها بالطرق الكيميائية بإنه هي مادة زي مثلا الحديد الألمونيوم يبقى هي عبارة عن مجموعة من الزرات تمام يبقى نقول إن العنصر هو المادة التي لا يمكن تحليلها بالطرق الكيميائية إلى مواد أبسط منها لإنه هي مادة واحدة خلاص تمام وطبعا بتكون الزرات دي بتكون متشابهة بتكون إيه متشابهة لإنه هي معدن واحد زي معدن الحديد أو هو الحديد لوحدة هو حديد يبقى الزرات كلها هي زرات زرات معدن للحديد مقدرش أحلل الحديد إلى حاجات تانية لإنه هو معدن نقي خلاص أنا في الحالة دي بتكلم عن المعدن كمعدن نقي تمام نيجي بعد كده الخليط إيه هو الخليط الخليط إن أنا هضيف بعض العناصر أو بعض المواد على بعضيها تمام بدون حدوث إيه تفاعل كيميائي زي لما إحنا قلنا لو أنا جب برادة حديد معها مثلا ألمونيوم آه ده اسمه خليط لإني ده الواحده ده الواحده أنا هعرف إيه ممكن أفصلهم إنه هما ما اتحدوش كيميائيا فده كده بالنسبة لنا خليط زي ما إحنا خدنا في إعدادي أو ابتدائي آه مثلا الرمل زي أفصل الرمل من الحديد تمام ده الواحده واضح إنه ده مادة وده إيه مادة أخرى فالتنين على بعض بنسميهم إيه بنسميهم خليط آه زي مثلا الهوى خلاص هو عبارة عن أكسوجين ونيتروجين وخواص الهوى أنا أقدر أقوم بفصل عناصر الهوى عن بعضه آه إيه بقى اللي أنا ما أقدرش أقوم بفصله لأنهم اتحدوا كيميائيا اللي هو المركب يبقى المركب آه بينطج المركب من تفاعل إيه كيميائي بين عنصرين أو أكتر آه العناصر اللي تم آه وضعها على بعض دي عملتلي مركب جديد المركب ده كل المواد المكونة ليه اتحدت كيميائيا مع إيه مع بعضها زي ما احنا شايفين بالطريقة دي يبقى أنا عندي دلوقت الخليط ماله يمكن فصل عناصره أما المركب يصعب فصل إيه العناصر الداخلة في تركيبه طيب آه نيجي بعد كده على أنواع السبائج إحنا عندنا بالنسبة لأنواع السبائج عندنا السبائج الحديدية إيه هي السبائج الحديدية إن أنا عندي دلوقت لو أنا اتكلمت على الحديد النقي الحديد النقي دوت بصولات بيكون في حالته الصلبة عبارة عن فلز أبيض قابل للترك أو في حالته العادية آه أنا عندي الحديد كمادة نقية بيكون بالطريقة دي اللي هي عناصر أو الزرات بتاعته متجورة بالشكل ده تمام بس في صورته النقية أنا لو جيت على مادة الحديد أو معدن الحديد وخبطت أو تركت على معدن الحديد بالطريقة دي إيه اللي هيحصل هيحصل يا أولاد إن أنا عندي المعدن ده الزرات بتاعته بيحصل لها عملية انزلاق بيحصل لها عملية انزلاق نتيجة لإيه نتيجة لإن أنا عندي شايفين الزرات المتجورة دي ما بين كل زرة وزارة هلاقي هنا مكان فاضي اللي هو الجزئية دي الجزئيات دي كلها ده بالنسبة بتكون متواجدة امتا بتكون متواجدة في الحديد النقل تمام يبقى انا عندي الحديد في حالته الطبيعية وانا استخرجاه وما ضفتش عليه اي حاجة بيكون مادة قابلة للطرق طب قابلة للطرق ليه نتيجة لوجود شايفين المسافة البينية دي بنسميها المسافات البينية بين زرات معدن الحديد يبقى عللي معدن الحديد النقي معدن قابل للطرق بسهولة يبقى نتيجة نتيجة لتواجد مسافات بينية بين زرات الحديد عشان كده احنا نستغل المسافات البينية دي ونبدأ بعد كده ندفع معدن الحديد بعض المعادن او بعض المواد الاخرى علشان اكون سبائك علشان اكون ايه سبائك والكسافة بتاعته من 7 الى 8 جرام لكل سنتيمتر مكعب ودرجة انسهاره 1540 درجة مئوية طريقة تحضير السبائك عندي اما بحضرها عن طريق الصهر او الترسيب يعني ايه الصهر ان انا بسيح المواد اللي انا هعمل لها هعملها سبائك يعني مثلا لو انا حط حديد وليكن حديد مع الومونيوم او ايا كان المواد اللي انا هحطها علشان اعمل عملية الاتنين دول يندامجوا او يتحدوا مع بعض يبقى انا بعمل لهم عملية ايه صهر او ترسيب كهرب يبقى انا عندي فيه طريقتين باستخدمهم لصناعة السبائك الصهر او الترسيب الكهرب طبعا السبائك الحديدية قلنا لو انا عملت لها عملية صهر علشان بقى السبائكة تتكون انا خلاص صهرت المعدنين او الثلاث معادن اللي انا عايز اعمل منهم سبيكة وحطتهم فوق بعض طبعا هما في علشان قصرهم خلاص بقيوا مادة سائلة حطتهم فوق بعض لازم اتركهم فترة لغاية ما يحصل ايه يبردوا علشان يوصلوا للحالة الصلبة او مكون واحد طبعا بيكون طريقة التبرد دي بتأثر على الايه على الخواص بتاعته خواص سبائك الحديد عندنا نقول ان الحديد بيتواجد بحالته الصلبة في صورتين اللي هي صورة الفا وبيتا الفا ويأولاد الفا وبيتا زي ما اتفقنا وقلنا ان انا عندي السبائك واتحاد اكتر من عنصرين مع بعضهم ويكونوا في لزين وده غالبا العناصر عشان تكون سبائك في لزات ممكن احط مادة ماتكونش في لزة اه ممكن تمام طيب زي مادة ايه زي مادة الكربون بس انا لما بضف مادة الكربون على الحديد بيكون لها نسبة معينة انا مزوتش ايه مزوتش عنها يبقى السبائك الحديدية اتحاد اكتر من عنصرين مع بعضهم تمام زي سبائك الحديد مع الكربون اللي بيحتوي حتى اتنين المية كربون بالنسبة للصول يعني انا علشان اخلي مادة الحديد زي ما قلنا هي قابلة للترك بسهولة فنعم احتاجها دلوقتي تكون مادة اكتر صلابة او معدن اكتر صلابة ازاي هضيف عليه كربون هضيف عليه كربون ازاي الكربون هيبقى ما بين في المسافات البينية اللي ما بين زرات الحديد زي ما احنا قلنا في الجزء اللي لسه اللي انه دلوقتي يبقى الكربون بيدخل فين يا اولاد بيدخل في المسافات البينية لمادة الحديد تمام طبعا لما بضيف الكربون هتقل لدونة المعدن الحديد وهيدخل من ضمن المواد الايه الصلبة بنقول السباق الحديدية في بعض الشوائب الضرة في الصلب زي الكابريت والفوسفور والغازات الزائبة الشوائب دي بيكون شوائب ضرة طيب لو جينا على الكابريت بيؤدي الى ايه اضافة الكابريت للحديد بيؤدي الى اضعاف خواص الصلب الميكانيكية بيضعف الايه الصلابة علشان كده شرط ان مادة الكابريت دي لا يتجاوز في الصلب عن اتنين من مية في المية تمام الى خمسة من مية في الايه في المية يبقى ده شرط وجود الكابريت مع معدن الحديد طب والفسفور احنا قلنا بعض المواد زي الكابريت والفسفور الففسفور بيؤدي الى قصافة الصلب يعني ممكن الصلب ده يكسر لان انا بكون انا محتاجة مادة الحديد الصلب في بعض الانشاءات فما ينفعش ازود وانا بصنع الحديد ما ينفعش ازود مادة الايه الففسفور علشان ما يحصل ليش عملية قصافة الصلب بينقسم الى ثلاث انواع اللي احنا بنستخدمهم اللي هو صلب الانشاءات اللي هو مادة الصلب اللي انا يا ولاد باستخدمها في المسلح مثلا بتاع البيوت شانا نعمل الاعمدة في البيت تمام فانا باستخدم صلب الانشاءات عندي كمان صلب الالات والصلب المقاوم للاحماض ده بيكون خاص باستخدامات لو يكون عندي حاجة انا هستخدمها وممكن المادة دي تتعرض للاحماض اثناء عملية الصناعة فانا باستخدم الصلب ما ينفعش استخدم صلب الالات بس لا انا باستخدم على حسب احتياجي فانا في بعض الاستخدامات اللي هي للصلب المقاوم للايه المقاوم للاحماض نيجي بعد كده للجزء الخاص بالنسبة للسبائك النحاسية احنا عندنا النحاس يمكن النحاس من المواد المهمة جدا اللي انا بعمل منها سبائك زي ايه زي النحاس مثلا مع الكادميوم او نحاس مع كروم او نيكل او تليديوم او نحاس مع فضة ونحاس مع زينك ونحاس مع قصدير يبا دي انواع السبائك الايه النحاسية اا اول سبيكة عندنا اللي هي سبيكة نحاس مع كادميوم اا قبل ما نقول سبيكة النحاس مع الكادميوم احنا بنقول ان احنا عندنا السبائك النحاسية مهمة جدا اننا بستخدمها في عمليات الصناعة وعمليات الطلاق لبعض المعادن زي مثلا النحاس مع الخرسين النحاس مع الخرسين يا ولاد دوت انا بعمل منه يستخدم في كسبيكة كسبيكة نحاس وخرسين ان انا استخدمها في طلاق مقابد الابواب يعني انا المقبض او الاكرة اللي في الباب عندي بتكون مطلية بنحاس ايه مطلية بنحاس اصفر النحاس الاصفر ده عبارة عن نحاس مع ايه نحاس مع خرسين يبقى انا النحاس مع الخرسين كونولي نحاس اصفر بقوم بطلاق ايه مقابد الابواب بيها طيب انا هطلي ازاي الابواب بيها انا هيتم عملية اطلاق ديت عن طريق ايه هتم عن طريق الترسيب بالطيار الكهرابي عشان اطلي المقبض ده انا ببدأ ارصب عليه النحاس دوت بالطيار الايه الكهرابي تمام واذا تمتع طبعا بالاستاتيكية والديناميكية الايه المتغيرة ومنه كمان انه جودة توصيل كهرابي عالية وقوة عالية لتحمل الاجهات يبقى بنقول سبيكة النحاس مع الكادميوم بتتكون هذه السبيكة من نحاس مع الكادميوم بنسبة واحد واحد من عشرة في المية للحصول على الخصائص ايه هي الخصائص دي جودة توصيل كهرابي عالية قوة عالية لتحمل الاجهاد وتتمتع بالاستاتيكية والديناميكية المتغيرة فيه من الجزء ده اولاد استعمالاته بقى بنقول انه في صناعة قطاعات التوحيد طبعا قطاعات التوحيد دي بتكون موجودة في المحركات الايه المحركات الكهربية والاقواص اللي هي اقواص الافران الكهربية اللي هي الاقواص اللي هي بتكون عالية درجة حرارة اللي بستخدمها فيها الافران دي بتكون درجة حرارتها عالية جدا فعلشان كده انا بستخدم منها ايه سبائق مهمة بتكون بتحمل درجة حرارة اني حاس بقى مع الكروم بتكون بتتكون من قد إيه؟ بتتكون من تسعة وتسعين في المية نحاس وواحد في المية كروم أو من نص إلى واحد في المية كروم يبقى طبعا تقريبا هو المادة تعتبر النحاس مع الكروم تعتبر كمادة نحاس بس جزء بسيط جدا منها اللي أنا بستخدم فيها لإيه؟ الكروم لإن احنا قلنا أقصى حاجة نحاس مع الكروم إنه بيكون واحد في المية ده أقصى حاجة نسبة الكروم إلى النحاس تمام طيب خصائصه طبعا النحاس مع القرون بدأت تحمل درجة الحرارة اللي بتزيد عن 390 درجة مقوية وبتكون النحاس مع القرون بيكون لي السبيكة السبيكة دي سهلة التشكيل والقطع ومتانتها الكهربية عالية واهم من اهم المواصفات بتاعتها ان هي المتانة الكهربية العالية تمام ده بالنسبة للجزء الخاص بالنحاس مع القرون طيب انا بستعمله في ايه بستعمله في صناعة المهبط الخاص بماكينات اللحام الكهربية احنا عندنا بعض الماكينات اللي انا بستخدمها اللي بتقوم بعملية اللحام بالطريقة الكهربية انا بصنع في الماكينات دي جزء اسمه المهبط تمام بستخدم فيه هذي نوع من الايه السبائك وكمان بستخدمه فيه صناعة الصوسة الخفيفة الحاملة للايه الصوسة الخفيفة الحاملة للطيار الكهربية وقطاعات التوحيد في المحركات تمام يا ولاد السبيكة الجديدة اللي احنا هنبدأ نستخدمها اللي هي سبيكة نحاس مع نيكل نحاس مع نيكل ده بيتكون من 80% يا ولاد من النحاس و15% الى 20% نيكل طبعا اقل من ايه من السبيكة اللي فات طيب مميزاتها مميزات النحاس مع النيكل انه بيتحمل درجة حرارة عالية وبيتحمل كمان ضغوط عالية جدا يبقى احنا دلوقتي بنقول على النحاس مع النيكل انا خدنا سبيكة نحاس مع تروريديوم هتتكون السبيكة دي من قد ايه هتتكون من 99% نحاس زائد 3 من 10% الى 7 من 10% تروريديوم تمام انا عندي بالنسبة للسبيكة دي بتكون لها خصائص خلاص الخصائص بتاعتها ان هي بتكون برضو المتانة بتاعتها بتكون ايه صفاتها جيدة احنا دلوقتي قلنا السبائك وقلنا يعني ايه سبيكة وقلنا غالبا السبائك بتكون هي عبارة عن فلزين او اكتر وممكن ان انا احط معاهم مادة غير فلزين انما في الغالب هي هتكون ايه هتكون فلزين تمام علشان اصنع سبيكة السبيكة دي هتكون بتتميز بخصائص ايه جيدة زي لما احنا بنقول سبيكة مثلا السبيكة اللي هي شائعة الاستخدام اللي هي الدهب انا اللي احنا بنبقى لابسوني وولاد دوت هو مش دهب خالص بيكون محطوط عليه نسبة نحاس علشان كده بنقول سبائك الدهب ما بنقولش ان هو ايه دهب صافي بيكون في نسبة من الدهب الى نسبة معينة من الايه من النحاس تمام بعد كده عندنا اتكلمنا عن انواع الصلب تمام وقلنا ان انا عندي بيقسم الى صلب الانشاءات والالات والصلب المقاوم للأحمد بكده بتكون انتهت حلقاتنا معاكم النهاردة وقتنا خلص معاكم بسرعة بشكركم والى اللقاء ان اخر في حلقات اخرى قادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته